الخبر اول اللي عادل عن ناجر خاق ولسوريات الصدمين اللي نزلها طلع يتهجم بها ويحش بيها على احمد ابو الروب يكشفوا هواي حقائق او اشي يكشف انه احمد ابو الروب طلعوحوش علي بالمقابلة وانه هو يعتذر من عنده اذا هو غلط بحقه في اليوم وبلسبة الصباح صار يقولها انه انت عندش مشكلوية لما ولكن لما حاولت انتصل عليك ولكن انت برديت عليها من هذا الكلام رحطكم اياه يا حبايب شوفو شوفت انا مقابلة لأحمد ابو الروب شكلو متدايق مني انا اسف تمام حقك انك تزعل انه انا اجيت على خطبتك لابس قميص هواي والله اشوف هي كانت بصراحة كنت كتير انا زعلان متدايق من شغلي اذا بدك منوعد ومنحكي فيها بس بتمنى انك تسامحني انا اسف وبالنسبة لصبا انتي عندك مشكلة كبيرة مع لمة عم بشوف باخر فترة اتوقع انه اللي صار كله سوء تفاهم وهي حاولة ترن عليكي بس انتي ما رديتي اليوم الناس عم انا سمعت انه حسابك تهكر والناس عم تكتب للمة انه هي هكرته هذا الحكي مو مزبوط انا يا جماعة ما منتمنى تضرر لحدا اقسم بالله يعني بدنا الكل يكون مبسوط بالعكس يعني انا ما بشوف انه لما تضر حدا احنا نكون مستفيدين واذا بدك مساعدة احنا منساعدك وكمان شغلي احمد ابن روب شوفت مقابلتك وانت بتقول لما سبب الخلاف ياخوي ايش دخلها انت سبب الخلاف انت ما قسرت بصراحة لما شوفت المقابلة حسيت بدي اطلق الول سميث اللي داخلي بس بعدين قلت لا بالعكس خلينا حلو الواحد يسامح حلو تكون علاقاتك حلوة مع الكل واعتقد انه هلأ داخلينا ع شهر رمضان فقولوا يا رب يا جماعة يعطيكم العافية بتعرفوا ايش لاحظت انا عم بصير بني ادم طبعا انا كده احمد ابن روب يا حبايب صلاح اورد عليه اوش نزل هذي الستوري انه الناس قاعد يتسبه بعد ما نزلنا جلقاق الستوريات مالته بعدها بالستوري الثاني صار قول السلام عليكم رمضان كريم بالنسبة للستوري النهجي صحيح هو اعتذار بس اعتذار لشان ملعوب ما اندر الصلاحة ولكن هو قاعد يقول وحاول يبيني بصورة سيئة بالمقابل المتابعين قاعد ينسبون عليه حاليا بالمسجات بس حابي بحكي شغله بالستوري الثاني شاعة باي بس يقول بل الاستوري مالتا27 جلد يكذب انه لو لم اصبح了 تتصل clinic وصال يقول او انصحك لا تتدخل بشاكل النسوان وبالقا اطلع يعاني لا تقول ان ظن Forget والاستوري الثاني AWS يقول لابس لبخذي انه اللبس مالحلو وحتى السلام علي وانباركلي وضيل فيديوهات ويدنزه لصاحب المنتير ما انستحب المنتاجة يعني عمود المنتج لفيديو وبعد نزل هذا الستوري يقول أنه بالأخير ناجل خاق نزل الفيديو مالتا قبل ما أحمد أبروب ينزل الفيديو مالتا وأنه وذا يقل شيء أصلا مسلم عليه ولكن للصراحة أحمد أبروب نوعا ما أكو شغلة ما كشفها واللي هو أنه بالحقيقة صبا بيوم زواج ناجل خاق ولمة هي صورت فيديو ونزلتها قبل ما ناجل خاق نزل المقطع يعني وعنما هم سووا هذا الشيء بسعى مدير يردون لهم الحركة طبعا أكيد للأسف هذا الشيء قاعد يصير ونحن نتمنى أنهم يصير بمشاكل ما بينهم بالخدم يا حبايا بعدين أحمد أبروب نزل هذا الستوري قول تخيله أنا قاعد بخطبتي كنت قاعد درقص وفيديو خطوبتي ينزل باليوتيوب طبعا ناجل خاق طلع وعتذر من عنده ويقول أنا ما حاب يصير مشاكل ولا يتكبرها وأنه وحاب ينهيها ويطلب المتابعين أنهم ما ميطلعون يتهجمون على أحمد أبروب أحمد أنا عم بحكي معاك تمام يا أخوي بكفي نظريات مؤامرة أنا رفعت الستوري واعتذرت لك قدام الدنيا أنت عم ترجع بتجدد المشاكل يا جماعة في ناس عم بتروح عم بتسب على أحمد تمام أنتو عم تطلعوني أنا منظر سيء على فكرة لأنه هلأ بنزل الستوري عم نحكي عن الرمضان وعن تسامح ما بسير بصلاح أبايب اتمنى بالكومنتات اتويا أحمد أبروب أويا ناجل خاق بها دي لمشكلة اتمنى بالكومنتات شو رأيكم